لا تنفك التحذيرات من أن جائحة كورونا ما زالت في أوجها رغم التفاوت في أعداد المصابين والوفيات ولا تكاد تمضي مناسبة إلا وحذرت الأوساط الطبية الدول من مغبة موجة ثانية من الفيروس أو احتمالية انتشاره في الدول الفقيرة ذات الإمكانيات الطبية البسيطة لجنة الإنقاذ الدولي ومقرها الولايات المتحدة قالت إن هناك حاجة ماسة لدعم مالي وإنساني للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس في الدول الهشة اللجنة دقت ناقوس الخطر عندما أعطت أرقاما مرعبة لأعداد المصابين في حالة تفشي الوباء في تلك الدول فقدرت بناء على بيانات منظمة الصحة العالمية احتمالية إصابة 500 مليون إنسان إلى مليار ما يعني وفيات تتراوح بين المليون ونصف إلى ثلاثة ملايين إنسان في 34 دولة متضررة من الحروب والفوضى الأمنية العراق كان على رأس تلك الدول التي حذرت اللجنة من انتشار الفيروس فيه إضافة إلى اليمن وأفغانستان التي أكد تقرير اللجنة أن هذه البلدان ستكون الأكثر تضررا لأن سنوات الحروب والنزاعات أضعفت أنظمتها الصحية في حين أن اللاجئين والنازحين معرضون بشدة للأمراض بسبب آثار المعارك والمرض والجوء تحذيرات المنظمات الدولية سبقها إقرار صريح من وزير الصحة جعفر صادق علاوي بأن الواقع الصحية في العراق مزر جدا والمستشفيات مرهقة وتفتقر إلى معدات مكافحة فيروس كورونا حتى محاولات العلاج الآنية باتت صعبة فالوزير أكد أن الهيال أسعار النفط وضع الوزارة التي تعاني من مشاكل مالية كبيرة أمام واقع صعب جدا عشرات المليارات من الدولارات أقرت عبر حكومات الاحتلال المتعاقبة لبناء مستشفيات ومدن طبية غير أن الفساد المتفشي جعل وزارة الصحة أعلى وزارة في معدل الفساد والسرقات ولهذا كانت محطة صراع بين الأحزاب